النهاردة الشناوي أحمد الشناوي أصيب في مباراة بيراميد زواء المصري وخسارة كبيرة للكابتن حسام حسن في المعسكر القادم لو ملحقش أحمد الشناوي المعسكر القادم وإن كان مصطفى شبير متقلق جدا محمد الشناوي راجع والدنيا في حراسة المرمى ما تقلقش قوي ما تقلقش قوي إن شاء الله بالنسبة للكابتن حسام حسن الجزائي التانية عمر كمال عبدالواحد مكسر الدنيا وعند رأيي لو كابتن حسام حسن له كل كل الحرية في اختياراته اختياراته دي تبقى ممنية على إيه على طريقة لعبة هو عايزها على أسلوب لعبة أفراد هو عايزها ممكن حنشوف لعبات هو عايزها أو هو ما يشوفهمش ما يشوفهمش بس عمر يستحق فرصة أخرى مع المنتخب مع كابتن حسام حسن التحديد ونشتكلم على الكسس والحوارات والروايات اللي تقالت عن مشاكل بين حسام حسن وكعمر كمان أنا عارف إن حسام حسن مع حفظ الألقاب طبعا للإسم الكبير مش هيحط الخلافات الشخصية دي أبدا أو حتى الأفكار دي لو موجودة بالمناسبة لو موجودة عشان هي ما تبقاش موجودة أصلا مش هيحطها في اعتباراته وهو بيختار اسمها لمنتخم مصر أنا عادت مع الكابتن حسام حسن في قاعدة قريب الراجل بيتكلم مش كمدرب الراجل بيتكلم بوطنية مش طبعية بيحب منتخم مصر من قلبه بيحب البلد من قلبه أوش فأنا متأكد ده ينطبك على عمر وعلى محمد صلاح وعلى أي لاعب الناس بتحاول تصور إنه في خلافات هو هيتخطى كل ده وأنا واصل في الكابتن حسام حسن إن شاء الله يعني شكرا